اشتركوا في القناة ومنكم الطاعات وصالح الاعمال اليوم القمر موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج واتلاف الاموال والتفريق والضرر طبعا القمر موجود في هاي المنزلة بس لمدة ساعتين وربع من بعد بث هذه الحلقة يعني لغاية الساعة 14 دقيقة مساء من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح وهي اخر منزلة وبعدها القمر بده ينتقل وبده يصير موجود في برج الحمل طبعا بما انه القمر رح يكون اغلب اليوم في هاي المنزلة وهي في اخر منزلة في برج الحوت معناته تأثير الفترة هاي رح يكون علينا من تأثيرات برج الحوت لغاية ساعات تقريبا ما بعد العصر فعشان هيك من الآن لغاية ساعات العصر بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين من الدمر ونكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة ممكن ان البعض يقع في حبال الغرام بشكل مفاجئ وبوسعنا ايضا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى شراء الزهور لوحة فنية مثلا او امور العلاقة بآل التصوير اي اشي له علاقة بالفن بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اللي مأثرة خلال اليوم هذا مع الزوايا في عنا زاويتين ذروتهم اليوم وفي عنا حدث اللي هو انتهاء تراجع عطارد ولكن الزاوية البطيئة اللي الان مستمرة لغاية يوم ثمانية اثنين هي زاوية ايجابية بين الزهرة وبين اورانوس وهي زاوية يعني ايجابية العلاقة بالعواطف عشان هيك بتتأيي الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل اكبر وكمان في هاي الفترة بعض الاشخاص بتكون شعبيتهم في تصاعد اكثر طبعا اول حدث رح يكون من خلال احداث اليوم هو انتهاء تراجع عطارد رح ينتهي تراجع عطارد ورح يرجع للحركة الامامية طبعا اله ثلاث اسابيع هو بتراجع وكان تراجع مع الزهرة تصادفه مع بعض اثر على كثير من الامور اللي الها علاقة بالاتصالات والمواصلات الحوادث المفاجئة امور الها علاقة بالطيارات والسيارات وازمات الطرق اللي اجت بشكل مفاجئ برضو لعب تراجع بامور الها علاقة بالبورصة والاسهم تقلب الاسعار ارتفاعها ونزولها بشكل مفاجئ طبعا بما انه اليوم رح ينتهي التراجع هذا بساعة اربعة واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا هو رح يظل في تأثير التراجع هذا لانه هو تباطأ لمرحلة الصفر للعودة الان لسرعة الطبيعية فبضل الموضوع بحاجة ليوم او يومين يعني نقدر نقول انه كل التأثيرات السلبية هي اليوم باضعفها بتصير ولكن انه بضللها بعض التأثيرات لغاية يوم الاحد رح يمكث عطارد في برج الجدي حتى تمام الساعة تسعة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء من مساء يوم اربعة عشر اثنين يعني تقريبا نقدر نحكي عشر ايام لا ينتقل بعد العشر ايام هذولا من برج الجدي لبرج الدلو بما انه الان موجود في برج الجدي معناته بيشعروا موليد برج الجدي بقوة الفكر اكثر من الايام الماضية طبعا وبتركيز عندهم عالي جدا وبينشطوا في الدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات او القيام بسفريات او امتحانات مثلا او دورات تعليمية او دراسية او ترويج لعمل معين برضو في هاي الفترة بتبرز لديهم القدرة على اقناع الغير بوجهة نظرهم بتصير عندهم حجة اقوى للاغناع طبعا بيستفيد معهم بهاي الاثار مباشرة الابراج اللي بتشابه اللي هي الابراج الترابية والابراج المائية فعشان هيك منلاقي انه برج الثور والعدراء والجدي هذولا اكثر المستفيدين بعدين السرطان والعقرب والحوت الاهم من هيك انه كل شخص تواجد عنده برضو عطارد ساعة ولاده في برج الجدي هم برضو من اكثر المستفيدين بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل برضو عندنا زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين العطارد وهاي رح تتشكل في تمام الساعة دروتها الساعة اربعة وخمس وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا هي بيبادل اشتأثيراتها من بعد منتصف الليل بقليل وباستمر تأثيرها لغاية ساعات الظهر بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة تسعة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح الباكر وبتستمر لغاية ساعات العصر بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وأحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني الساعة تسعة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بيصير في عنا خلو المسار اللي بنتهي ساعة ثنتين وستة وخمسين دقيقة عصرا وبكون القمر انتقل لبرج الحمل عشان هيك بالفترة المذكورة من الصباح لغاية العصر هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أثناء خلو المسار بيصير في عنا زاوية هي زاوية التزديس إيجابية طبعا إنه أيام احنا منذكرها اليوم ذروتها لأنها هاي زاوية بما بين المريخ وبين المشتري وهاي ذروتها الساعة وحدة وسبعة وثلاثين دقيقة بعد الظهر طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم تسعة هذه الزاوية بتخلق جو من التسامح لأنه عايب تخلينا شوي نتسامح مع بعض الأشخاص اللي ممكن يخطؤوا بحقنا ونمد يد العون لإلهم كما بتدفعنا للتراجع عن بعض الأخطاء طبعا الحدث اللي رح يصير اللي هو انتقال القمر للحمل اللي رح يصير الساعة ثنتين وستة وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش وبما أنه القمر رح ينتقل للحمل معناته في هاي الفترة بتصير نشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من الصرح الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل الصبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب أو مشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وبرضو ممكن إدخال تعديل على قصة الشعر وإقامة حفل ما بعد الانتقال طبعا رح يكون في زاوية بطيئة برضو رح تتشكل وهي رح تكون ذروتها هي متشكلة لها أيام ولكن ذروتها رح تصير تقريبا الساعة سبعة واربع دقائق مساء بتوقيت جرينيتش وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين زحل وهي زاوية إجمالا لها أيام مأثرة وهي اللي كانت تخلق مصاعب وعراقيل تحتاج منها لبذل الجهد أكثر والتصميم أكثر والإرادة لتجاوزها طبعا هي اللي شوي تسببت بتراجع اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم وبرضو الصناعات الثقيلة وإضطرابات في البورصة يعني عملت صعود مع نزول كان تراجع وطارد أثر بشكل كبير برضو هاي أثرت على قلة اهتمام الحكومة بدور العجز والمتقاعدين والفلاحين وعمل المناجم وتضيق الخناق الأمني على الشعب وبرضو عملت نوع من أنواع زيادة نفوذ المحافظين والتطرف والتعصب لدى بعض الجماعات طبعا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية هي خلال هذا اليوم من الآن لغاية ساعات العصر القدمان وأصابع القدم الغد النخامية الغد الصنهبرية الأندروفين وهو هرمون مسكن للآلام بصير يعني ضعيف شوي فالأشخاص بشعروا بالآلام أكثر بهاي الفترة من المعتاد والميلاتونين وهو هرمون مساعد على النوم وبيصير في قلة أو اضطراب فيه فيه في ناس بتصير عندهم أرق أو قلة نوم بهاي الفترة أو فوضى بالنوم بمعنى آخر في ساعات ما بعد العصر القمر رح ينتقل الحمل فرح تركز اللي هي الأعضاء الأكثر حساسية الرأس الأسنان اللسان العضلات المخططة القضيب والمرارة والشريين والدم فعشان هيك هاي الأعضاء بتصير أكثر حساسية وبصير لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ولكن في فترة خلو المسار لأنها هي ساعة نقول تسعة ببدأ خلو المسار يعني بحدود الساعة 11 بتوقيت الأردن يعني نقدر نقول أنه يوصى بإجراء العمليات الجراحية وبرضو في نفس اللحظة إذا كان في مجال للتأجيل لليوم آخر لبكرة بيكون أفضل ولكن إذا كان الموضوع اضراري فما في أي مشكلة طبعا بالنسبة لهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة بما أنه عطارة اليوم رح ينهي عند الفجر فما بعد الفجر بتصير الأجواء يعني من ساعات الصباح بصير الجو بدأ يتحسن ولكن أنا بالنسبة للي إذا بنصح بنصح عمليات التجميل تصير ما بعد يوم الأحد بيكون أضمن وأفضل بالنتاج طبعا اليوم يصلح لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا زي ما حكينا لأنه القمر أغلب الوقت موجود بالحوت معناته هنا بتكتو تأخذ الحيطة إنه آلام مكان اللقاح ممكن شوي تكون ظهرة شوي فعشان هي بحاجة لمسكن مثل البندول أو البراستيمول لهم نفس الإشي يعني الاثنين ولكن حسب مسميات في الدول فالأفضل الواحد يأخذ خمسمية كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام عشان يخفف الأعراض مثل الحرارة أو الألم إذا كان في ألم مكان اللقاح يفضل أخذ كريم اسمه فسودين مضاد حيوي بندهن مكان اللقاح فبيخفف الألم بشكل جيد بالنسبة 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 للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الحمل فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد ست واحد بيبدأ في تمام الساعة خمس وعشرين دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة عشر وواحد وخمسين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال أربعة أيام في تمام الساعة سبعة وثلاث وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بيصبح خمس أيام طبعا نسبة الإضاءة اليوم بتصير ثمنتعش في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتعش اثنين منتحس بنسبة خمسين في المية القمر في الحوت ينتقل للحمل ويمكث في الحمل لغاية يوم ست اثنين منتحس بنسبة خمس تحش في المية عطارد في الجدي حتى يوم أربعة اثنين طبعا اليوم ينهي تراجع لغاية ولكن ما بعد ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية بالنسبة للزهرة في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة سعيد بنسبة خمس تحش في المية المريخ في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمس سعيد بنسبة ثلاثين في المية زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود بالحوت لغاية ساعات العصر فعشان هيك من الآن لغاية ساعات العصر بظل في نوع من أنواع التعب مسيطر عليكم شوي بتلاقي مزاجك متعكر بدك تحاذر من مزاجك وعصبيتك وكلامك أثناء التعامل مع الغير ما في داعي لإصدار القرارات أو إنك تتمم أعمال مهمة خلال هذا اليوم طبعا في ساعات العصر أو ما بعدها بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن بدك تظلك حذر من مزاجك وعصبيتك وكلامك أثناء التعامل مع الغير الأجواء هي رح تصير إيجابية ولكن العصبية رح تظل موجودة برج الثور بيظل النشاط مسيطر عليكم من الآن لغاية ساعات العصر بتنشطوه في الأمور الاجتماعية ما بين الأصدقاء وما بين علاقاتكم مناسبات زيارات أمور يعني فيها نوع من أنواع الأفراح ولكن بدك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا أن تنجزوا كل الأعمال المهمة والضرورية من الآن لغاية ساعات العصر لأنه بعد ساعات العصر القمر رح يصير موجود في الحمل اللي هو بيت متاعبكم فعشان هيك هيك رح تدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم تحاضروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء عشان لأنه ممكن يتطور للأسوأ فعشان هيك برضو الفترة هاي لا يصلح فيها اتخاذ القرارات الحاسمة برج الجوزة طبعا بدكوا تحافظوا على إنجازاتكم وعلى سمعتكم وعلى علاقاتكم في مجال العمل مع رؤساءكم بالعمل وبأعمالكم وبدكوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل ما في داعي للمجازفة أو المغامرة أو التهور خلال الوقت من الآن لغاية ساعات العصر من ساعات العصر الأجواء رح تتغير تماما لصالحكم فرح تلتقوا الأصدقاء ورح تنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية ولكن بتكوا تحاذروا من الاندفاع والتهور اليوم ممكن تسعدوا من لقاء بعض المعارف أو يكون في مناسبة سعيدة بالنسبة لكم برج السرطان من الآن ولغاية ساعات العصر اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وبدكوا تنتبهوا أثناء تنقلاتكم وسفرياتكم وامتحاناتكم بدكوا تتفقدوا كل الأوراق والأمتعة وكل إشي ضروري كما عليكم عدم التسرع أثناء القيادة في التنقلات طبعا الأجواء هي إيجابية ورح تظل دعم لكم في أمور الاتصالات البعيدة وتعامل مع الأجانب الدراسة السفر ولكن حبيت أن أعطي التحذيرات هاي شوي لأنه في أول إشي القمر منتحس في اتنين في شوية اضطراب في الزوايا فعشان هيك بدكوا تكونوا حذرين ورغم أن الأجواء إيجابية ولكن في ساعات العصر الأجواء رح تتغير الأجواء رح تركز على بيت السمعة أكثر فعشان هيك بدكوا تتحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وتعززوا علاقاتكم وتحافظوا على سمعتكم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا الأجواء ظلت مركزة أو بتركز على أمور إلها علاقة بالحسابات المشتركة أو الأمور المشتركة من الآن لغاية ساعات العصر فعشان هيك بدكوا تمتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة ركزوا على الأمور المالية اللي بين إيديكم بكل حذر ما في داعي تكفل حد أو تضمن حد بالفترة يعني أهم شيء أنك تركز على علاقاتك ممكن تظهر بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعائلة طبعا لغاية ساعات العصر الأجواء شوي مضطربة ولكن من ساعات العصر الأجواء رح تتغير تماما رح تنشطوه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ولكن ما في داعي للمجازفات أو الإهمال في العمل ممكن هذا الشيء يعني أو ممكن تتعرض لبعض المشاكل في العمل فعشان هيك بدك تكون حذر إذا عندك امتحان أو مقابلة بتصير الأجواء جيدة وخصوصا في ساعة المساء برج العذرة طبعا القمر بما أنه ما زال موجود مقابلكم تماما فبظل اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم ولكن بتكن تنتبهوا من الانتقادات اللاذعة أو الكلمات الجارحة أو التسرع بالقرارات وحاولوا تبعدوا عن المشاكل مهما كانت الأمور طبعا الأجواء بتساعد لبعض المصالحات ما بينك وبين الشركاء شركاء المال أو العمل ولكن زي ما حكينا بنوع من أنواع الحذر في ساعة العصر طبعا بتتغير الأجواء لأن القمر رح يتحرك من مقابلكم رح يصير في البيت الثامن فهنا بتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ولكن بتكون تحذروا من النزاعات مع الشريك وخصوصا بالحاطفة والمنزل والعمل ولكن عشان ما تكبر المشاكل أكثر من الشيء الطبيعي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان من الآن ولغاية ساعة العصر بتكونوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا أنكم ما تبدروا لأي عمل جديد حاول أنك تضبطوا أعصابكم أثناء التعامل مع زملائكم في العمل وبرضو بظل الصحة شوي بحاجة للرعاية من الآن حتى بعد ساعات المساء بتكونوا تظلوا مهتمين بصحتكم من ساعات العصر الأجواء رح تتغير شوي بإيجابية وسلبية لأنه القمر رح يصير مقابلكم تماما فبصير الجو ممتاز لتعزيز شراكاتكم لأنه بتصير برضو في عندكم رغبة لهاي الأمور شراكات المال والعاطفة ولكن بدكوا تنتبهوا من الجروح وتنتبهوا على صحتكم وتبعدوا عن المشاكل ما بينكوا بين شركائكم أو ما بينكوا بين بعض الأشخاص اللي ممكن يستفزيوا كل يوم برج العقرب في النسبة لموليد برج العقرب طبعا الأجواء بتظل إيجابية من الآن لغاية ساعة العصر وبتظل العاطفة عندكم قوية وبتميلوا للتقرب من أحباكم وللتجاوب معهم طبعا الأجواء جيدة على مستوى علاقاتكم بالأحباء أو الأبناء أو حتى أحد الوالدين وممكن تمارس هواية أو أي شيء له حتى علاقة بالترفيه ولكن بدك تحذر من فرض السلطة أو السيطرة على أحد الأبناء أو على أحبائكم من ساعة العصر الأجواء رح تتغير مش لصالحكم فعشان هيك بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم ممكن شوي تتراخى أو تتكاسل أو تتراكم عندك بعض الأعمال وبيغلب عليك طابع العنف وردات الفعل العصبية وخاصة مع الحبيب أو الأولاد فعشان هيك بدك تحذر برج القوس طبعا بيضل الجو مركز على أمور البيت والعائلة لغاية ساعات العصر فبتكون تتجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم الأجواء شوي ضاغطة في بعض الأمور ممكن جد على أمور العائلية أو الأمور البيت تتطلب منك لاهتمام الزيادة طبعا الأجواء كل ما اقتربنا لساعات العصر بتخفض ضغوطاتها لغاية عليك وبيحل محاكانها أشياء إيجابية فبتزداد رغبتكم بتقرب من أحباكم والتفاهم معهم ولكن حاول أنك ما تفتعل خلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة أو مع أحد الأحبة لأنه شوي مزاجك شوي بيكون حد خلال هذا اليوم برج الجدي بالنسبة لموليد الجدي طبعا الأجواء إيجابية ودعملة لكم من الآن لغاية ساعات العصر من ناحية اتصالات مواصلات لقاءات حوارات نقاشات كل الأمور هاي ممتازة جدا ولكن في ساعة الصباح مع خلو المسار اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يستعد ويركز بشكل جيد لأنه خلو المسار مش مناسب القمر منتحس بضغط بشكل سلبي على هاي الأمور في ساعات العصر الأجواء رح تركز على الأمور العائلية والبيت فرح تفضلوا الأجواء البيتية والعائلية ولكن شوي مزاجك ممكن يصير عدواني لدرجة بسيطة وممكن يسبب مزاجك خلاف أو سوء تفاهم عشان هيك لازم تحذر أثناء تنقلات أثناء سفرك أثناء قيادتك للسيارة خصوصا لساعة المساء برج الدلو بالنسبة لما هوليد برج الدلو من الآن لغاية ساعة العصر كل التركيز على الأمور المالية فعشان هيك ممكن بعضك يحصل على مكاسب تبتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن النصيحة هي في فترة النهار اللي هي فترة خلو المسار بتكون تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وتحاولوا أن تخففوا من النفقات قدر المستطاع في ساعات العصر الأجواء رح تتغير تماما لصالحكم رح تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ولكن من المحتمل أنه يعاني لبعض منكم لبعض المشاكل أو النزاعات اللي بتيجي مع رفيقك أو رئيسك في العمل فعشان هيك كل الأمور هاي طبعا المشاكل أو الحدية بتكون أسبابها مالية فعشان هيك بدك تتجنب التبذير وتتجنب الحدية أثناء التعامل مع الغير برج الحوت بالنسبة لمغليد برج الحوت طبعا الأجواء الآن نشطة وأنتم عندكم نشاط عالي جدا الأجواء بلشت تتعوض الأيام الفايتة الأول اللي مضت فعشان هيك تشعر بطاقة كبيرة فعشان هيك من الآن لغاية ساعات العصر بيظل النشاط عالي مع هيك ما تبادروا لعمل جديد بل وصلوا ما بدأتهم فيه من قبل لأنه أول إشي فيه خلوه ومسار وانتقال من برجكم لبرج الحمل فهذا بتطلب منكم نوع من أنواع الحكمة وبرضو ما تتخذوا قرارات من ساعات العصر طبعا الأجواء رح تتغير على المستوى المالي فبتنهمكم في ضبط ميزانيتكم ولكن ممكن شوي يكون مزاجكم سيء وتكونوا قليلي الصبر وهذا شيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم فعشان هيك ضبط العصاب مطلوب وما في داعي للقرارات والتسرع بالقرارات هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر